أمرك ما كلمت لك أنه أنا غامل؟ لأ اتكلمت كلمت وسلمت عليها وقبلتها يعني ما تشرفتش نحن نكون أصدقاء بس ما دعتكش مثلا هي عارفة حبك ده كله ما دعتكش للغناء معها في حفلة لا ما تشرفتش بدأ طب لو حصل لك ودعتك هتروح تغني معها ده أنا روح أبلها ده أنا روح أبلها أنا عايز أقول لك أنه أنا كنت بستمتع أنه أنا أتسلل للبروبات أحضرها تفرج على البروبات لا ده أنت هوس هوس وتعليمه والله يعني ما هو برضو صاحب الكيف يعني ليه ما أخدتش أنا آسف يعني مع اختلاف الغناء نموذج عمري دياب مثلا ناجح جدا وقادل يواصل نجاحه ويحافظ على قمة محدش عارف يوصله فيها بخالص وبيغني على المسرح وبيعمل كل حاجة وبيرقصه وشبابه يعني جيل تاني وجيل أكبر منك بكتير لكن ليه بصيت الزوق عشان أنت بتحب الغناء الرصيب بحب الغناء في أوركسترا اللي فيه يمكن ما يبقاش حرك قوي يمكن ما يبقاش هايبر على المسرح لكن في النهاية بتعرف تتفاعل معاك كأنه غناء حرك يعني أستاذ عمري دياب هو أهم بوب سينجر في العالم العربي على الإطلاق صحيح أهم بوب سينجر حصل وظاهرة مش هتتكرر مهما حاول ناس تانية يعني ممكن يحصل حاجات تقرب منه إنما مش هتبقى عمري دياب تمام وخصوصا أن عمري دياب كمان تجربه متنوع جدا يعني شريد تعلم قلبي ده درس مزيكة برضو عمله هو للتريق هو عايش في الغناء عايش أحداته في الغناء في العناف سعود يسمع موسيقى بيتضرب رياضة عشان يعرف بالزبط هو برضو عمل مشروع مشروع ذاكر لما قلت حضرتك مشروع أنغام أنغام ده مشروع شغل مؤسسي مشروع متحط صالح ايه مشكلة مشروع سرين سرين صوت جبار 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 وبتغني كلام حلو قوي ايه ايه المشكلة في المشروع والحياة الخاصة ده حقيقي و انا يعني مش عايزة أقول حاجة تتحسب علي والله لأنه في ناس لا احنا بنتكلم عن من نحبه بالزبط يعني في النهاية احنا بنحب شرين وصوت شرين لأنه بعض محبي فنانا شرين شايفين أن أنا متحامل عليها رغم أن هي والله ما فيش حد متحامل على شرين أكتر من شرين نفسها اختياراتها الشخصية في حياتها ولخبطتها في حياتها الفنان إن هي طول الوقت العملية الملفين متلخبطين على بعض الورقين متلخبطين على بعض إن هي أحيانا على فكرة شرين دخلت مشروعين نكحين جدا وتمردت عليهم بنفسها محدش ماشاها منهم مشروع نصر محروس هي اللي تمردت عليه محدش ماشاها منهم ومشروع لما كانت مع نجوم ريكرت مع ياسر خليل عملت كانت فعلا أسهمها فوق كل مطربات العالم العرب وبعد كده اقترنت بشخص شخصيا وفنيا الشخص ده كان تأثيره عليها سلبي وصحيا كمان يعني أنا شايف أنه الفنانة شرين لازم تبدأ من الأول تساست من نفسها لرجوع يعني هي بتشتغل على نفسها صحيا تبدأ تتعامل مع بوكل كوتش من أول وجديد تسيب نفسها حد يدير المشروع بالضبط يعني هي مشروع بموهبتها بصوتها تسيب حد يدير المشروع زي ما في أي نادي مدير فني مدير فني ومدير إداري هي مدير فني عظيم أنت شغلتك على المسرح بتنزلي هي هداف هي بتجيب الجول بالضبط وكمان الخلط أحيانا بين العفوية وملايق ما بقاش عندنا أصوات نسائية كتير ليه وماية فاروق راحت بين وريام عبد الحكيم راحت بين ونسمة محجوب راحت بين وكرمن سليمان راحت بين بنات جيلي وتحمس لهم طبعا وريم عز الدين وكرمن لا إحنا عندنا إحنا عندنا خير ربنا في الأصوات بس ما عندناش إنتاج ما عندناش اللي يزوء الأصوات دي فتلاقي كرمن بتنتج لنفسها وتلاقي نسمة بتنتج لنفسها أنا ما أحبش أسأل منطلبين عن بعضهم بس عايز أسألك مثلا إيه الفرق بين حمائي وتامر حسني البرسونة يعني حمائي اختار لنفسه شخصية أكثر هدوءا من تامر حسني تامر حسني اختار شخصية شاء فيها شاءوة وتفاعل وبيلعب سوشال ميديا بشاطرة وممثل شاطر بالضبط يعني البرسونة الفنية المتكاملة تامر 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 من أقولك حاجة برضو ودي هو مش هيعرفها ولا ابتكارها أنا مرة قابلت تامر حسني في الشارع سنة 2003 مثلا أو 2002 كان لسه تامر روشين نازلين فممكن أبقى صاحبك والنبي والله العظيم كده يعني وكن أبقى صاحبك لأنه تامر قد كده قريب للقلب قد كده كده تامر حمائي عامل برسونة تانية شخصة أكثر هدوءا أكثر رصانة بيغني أغاني مش بيزهر كتير مش بيتكلم كتير فده فرق بينهم إنما المحتوى الغنائي هما الاتنين بوب سينجرش مهمين جدا جدا ما قدرش تقول فيه أحلى وأوحش بس تقدر تقول هما مختلفين عن بعض ليه؟ وأنا بقولك غني خايف تغني النفس لا ليه؟ لا ليه 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 قبل ما تغني أقول أصدقى دي عادة يعني لما بقعد مع مطرب أول حاجة بيفكر فيها إنه تغني نفسه أنا لتقيتك من أول دقيقة وما قلت لكش تغني إيه فالتقيتك بتروح للآخرين هل لأن دي القمم اللي أنت حاببها ولا ما أنت شايف نفسك في الحتة دي لغاية دلوقتي ولا مش شايف أغانيك ألآن منها يعني أنا لسه فعلا يعني أغانية لغاية ما بتمزل بابقى في قمة الثقة فيها في قمة الثقة فيها لكن أحيانا في أغاني بتبقى ربنا صرف لها نجاح وأغاني لم يصرف لها النجاح كان عندك أحساس بالوناس صحيح وما تنفع لكش وما تتعودش على حاجة وغنيت معها حنان ماضي بنت لسهرانة أغاني حلوة صحيح؟ طيب إيه؟ عايز بقى عايز أسمعك حاجات تاني أغيرهم بقى سمعني وطلع بيها فاصل يعني أبقى خلصت فاصلي بي هغاني لغانوة أنا بحبها وبشوف إن هي يعني كانت تستهل تتسمع قوي اسمها كانت مجاملة حل لما تلقى كل كلمة من كلامه عيشة فيك وإنت فاكر إنه لما جهي قلها قالها ليك وفجأة تلقى اللي انت شايفه واللي يا ما كنت سمعه كان لغيرك مش عليك كان لغيرك مش عليك اعتبرها كانت مجاملة لما زوق في الكلام مش عشان قالك في جملة حاجات تشبه في الغرام تفضل تفكر كل يوم فيه أكتر من لذوم فوق يا قلبي من الغيوم اللي مغمي بيها عينيك يا سلام يا سلام